أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه عرض على الجانب الفيتنامي الرؤية المصرية بشأن استراتيجية مواجهة الإرهاب كما تناول سبل تعزيز التعاون بين القاهرة وهانوي لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية وخلال مؤتمر صحفي مع نظره الفيتنامي ترونك تانسانغ في العاصمة هانوي أعرب رئيس السيسي عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع فيتنام خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والعمل على معالجة الخلال القائم في الميزان التجاري حيث عرض في هذا الإطار التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر على صعيد المشروعات الوطنية الكبرى التي تهدف إلى توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات من جهتها أشد سانغ بحكمة ودور القيادة السياسية المصرية وما حققته من إنجازات على مدار الأعوام ثلاثة الماضية على صعيد ترسيخ أمن واستقرار مصر واستعادة دورها الفاعل على ساحتين الإقليمية والدولية